لسه متابعتنا مستمرة مع حضراتكم في صباح الخير لمصر وتدعيات أحداث غزة امبارح كلنا تابعنا وشوفنا أصوات ممثلي الشعب أصوات نواب مصر اللي بيمثله كل المصريين جلسة عقدة امبارح لمجلس النواب جلسة طريقة لنظر تدعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال الجلسة دي وافق مجلس النواب على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعبير فيها عن دعم المجلس بشكل كامل وتأييده للرئيس وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذ من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري تفاصيل كتير محتاجين نحن نتكلم عنها أكتر مع الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب صباح الخير يا حديقي دكتور نوارنا في صباح الخير صباح الخير في النوار السلطة تبعنا الحقيقة هذه الجلسة الطريقة وتبعنا الموقف القوي والصارم والتحركات القوية على الأرض تجاه القضية الفلسطينية وإن كانت انتهاكات الدمية في قطاع غزة عايزة أعرف من حضرتك أهمية ورؤيتك أيضا لمطالبة المجلس لبرلمانات العالم أجمع بإصدار قرارات ضد انتهاكات الكيان الإسرائيلي لما يحصل في قطاع غزة أمس كانت الجلسة الحقيقة مشرفة جدا طليق بمجلس النواب المصري ونوقفه دائما وأبدا ونحن دائما نقول نحن ولا نتضامن مع الشعب الفلسطيني نحن أصحاب القضية يعني لسنا فقط متضامنين مع القضية الفلسطينية ولكننا نشعر ونعيش وحالة الاكتئاب والحقيقة الكابوس الأسود الذي يمر على مصر كما يمر على فلسطين والوطن العربي الحقيقة كان النتيجة ده دعوة من كل النواب لانعقاد المجلس فورنا ولفعل رئيس المجلس دعا لجلسة طريقة لذلك وسيادتك لو شفتي 600 نائب يتكلموا قبلها في مجلس الشيوك وكمان في مجلس النواب مفيش واحد اختلف مفيش فرض واحد خرج حتى المعارضة كاملة عن تفويد السيد الرئيس عبد فتاح السيسي في انه يتخذ ما يراه من اجراءات وكيف كلمة ما يراه من اجراءات وفقا لقواعد الدستور وقواعد القانون تعني اي نوع من الاجراءات حتى لو وصلت الى الحرب ليس هناك ادنى الحقيقة يعني تهاون في تفريط حبة رمل واحدة ضحها من اجليها يعني نقدر نقول ارواح طاهرة ودماء زكية بزلت على هذه الارض واجدادنا وابهاتنا اللي توفوا في هذه الارض العظيمة المقدسة الحقيقة تمنع الشعب المصر الا انه انه يعني حرك شوفت المزاهرات في كل ربوع وامورة مصر عربية يعني انبارح مزاهرات طاحنة يعني من كافة الاطياف شباب مصر في الجامعات كلها جامعات الخاصة قبل الجامعات الحكومية شوفنا دا منظر الحقيقة مهيم جدا في النقابات كمان جميع النقابات الأحزاب السياسية وانا بقول لسيادتك اليوم يوم اجازة وحتشوف سيادتك دعوات كبيرة جدا داخل الأحزاب المعارضة والأحزاب الموالية كلها نزلين الشوارع النهاردة طبعا تاني التفافا حول الرئيس والقيادة السياسية والجيش المصري وضغط الشعبي واضح جدا في التفويد للسيد الرئيس رقم واحد رقم اثنين الحقيقة احنا بنتكلم على ان احنا نرفض رفضا كليا ما تعرض له اشقاءنا الفلسطين في غزة يعني الانسانية اللي كانوا بتكلموا عليها وحقوق الانسان وهذا التشدق بهذه الالفاظ التي اصبحت حقيقة هذه سقطت بشكل كبير تعلمنا تعلمنا من غزة هذا الدرس يعني حقيقة درس كبير جدا للوطن العربي كله ان ليس هناك من هو في ظهر الوطن العربي الا الوطن العربي صحيح يجب بأيدينا نحن ان نتكاتف في شكل قاطع لحل هذه القضية هذه المرة وإلا الى مزيد من الشهد الحل من جوة الحل بأيدينا احنا زي ما حراك قلت ودير سلام مهمة جدا اللافت كمان في مشهد البرلمان مبارح دكتور ايمن التوحد على موقف واحد يعني احنا البرلمان بكافة اطياف المختلفة الطيارات السياسية مختلفة خلفيات كمان يعني ايدولوجية مختلفة احنا نتكلم على مشهد قل ما يحدث فيه يعني تاريخ البرلمانات العربية والمصرية اللي بقى فيه توحد حول موقف واحد ودعم وتأييد الرئيس في تفويده بشكل كامل ليه اتخاذ ما يلزم للدفاع عن الامن القومي الرسالة هنا انه مهما كان فيه سياسة واختلافات لكن فيه مشاهد كبرى فيه لحظات لازم كلنا نكون تحت كلمة واحدة سيدك عنك طبعا كل عضو برلمان بيمثل دائرة فيها شعب وفيها سكان اهله في هذه الدائرة وبالتالي يحمل رسائل كثيرة كانت تصابق وقطع الانتصال على المتحدث وبالكلم عايز يكمل اكتر وكنا عايزين نوعد حتى الحد النهاردة نتكلم عشان نوصل ما بداخلنا يعني الحقيقة طبعا سيدك اصابت في انك قلت التوحد الذي اصاب المجلس في هذه اللحظة دائما هو قبل ان نتعارض يكون هناك خناقات حتى واشكاليات مع الحكومة كبيرة ولكن وده اي بارلمان في الدنيا كده المخوط يعني حيوية الحياة البرلمانية وهذا دور البرلمان ولكن عندما يتعلق الامر بالامن القوم المصري لابد ان تتأكد سيدك ان كله حيب ايد واحد وده اللي حصل وقول سيدك احنا يعني استطبيت نائب في مجلس النواب النهار الانبارح مفيش نائب واحد قال لأ او اعترض او اتكلم حتى بهوانا صراخ اعضاء مجلس النواب كان وصل من الى التحرير برا من داخل القاعدة ده كلام حقيقي فعلا صحيح ملحمة انسانية حقيقية اهالينا في غزة بتعرضوا لقصف شديد جدا بنرى الاطباء بيقطعوا هدومهم عشان خاطر يضمدوا جراح المرضى لا الحقيقة وتغلبنا ان احنا كمان ننظم وقفة ورايحين احنا كمان برضو من مجرد فتح المعبار هنروح لحد غزة ونشوف اين بيحصل الارض طلبنا طبعا كل البرلمانات العربية انها تحذو نفس الحزو ده وانا اعتقد ان هم مش اقل مننا في حاجة او اصحاب ذات القضية هم كمان وان شاء الله هنشوف مواقف معبرة طليق بدولهم وطليق بشعبهم هم كمان اما فيما يتعلق بقى فكرة البرلمانات العربية كلها وتوحيد الرأي احنا طلبنا ان احنا نروح للمجلس الامن طلبنا ان احنا نروح للمحكمة الجنائية الدولية طلبنا تقديم هؤلاء القاضى المحكامة الجنائية الدولية كمجريم حرب لأن ما يحدث في غزة الحقيقة هي جريمة حرب متكاملة الأرقان وفقا المادة 8 والمادة 7 من قانون الحقيقة تأسيس المحكامة الجنائية الدولية نتكلم عن عملية تطهير عرقي واضحة أنت بتحارب الناس لمجرد أنهم فلسطينيين أنت بتحارب الناس على أساس عايز تطهر الأرضهم منهم عايز تخرج الفلسطينيين من جزرهم أصحاب الأرض بتطردهم برا بعمف شديد قصف لم نره شعب أعزل بتمارس عليه الاستقواء والتجويع والتخويف أطفال مشردة حقيقة مشاهد دامية مشاهد سيئة مشاهد صعبة جدا وانت لقم من النقطة الحضركة راح طالد الوقت يا دكتور الناس عندها التساؤلات أنه في ظل كل ما يحدث وفي ظل هذه المشاهد اللي لا يمكن أي إنسان طبيعي مصري مسلم مسيحي يهودي عربي غربي أي إن كان يقدر يتحملها أو حتى يقبلها تحت أي مسمى وفي نفس الوقت شايفين بالمناسبة تحركات في مجتمعات مختلفة يعني شايفين أن في ناس بالفعل بترفض وبتشجب ويعني مستاقة جدا من هذه المشاهد مش بس مش هنتكلم له في مصر وأنا هتكلم حتى في الوطن العربي شايفين حتى بنتابع على مواقع التواصل الاجتماعي ناس بالفعل بتدين ما يحدث في غزة ولكن مع ذلك الكيان الإسرائيلي المحتل مازال يردد نفس القصة على مسامع العالم بالرغم من إحراجه وبالرغم من تجذيبه وبالرغم من فتح حتى فبركة الصور وبالرغم من رفضه حتى خروج فيديوهات لما يزعم أنه حصل في إسرائيل يوم 7 أكتوبر على أي أساس هذا الكيان المحتل على أي أساس هو مستمر في هذا أنا مش عارفة حتى مش لقيه وصف يقدر يوصف اللي بيحصل في غزة سيادتك عندك حق طبعا هو الكيان الإسرائيلي الحقيقي أصبح الآن ونجي دي السلام من الإسرائيل أنت أصبحته مصنع الإرهاب في العالم ما يدقيه الإسرائيلي أنهما يدفع عن نفسهم لا بد أن ينظروا إلى الطفل الذي فقد أمه أمام عيني وقابيه أمام عيني الطفل هذا سيطلع إيه؟ يعني الطفل اللي شاف بشاهد الضرب والقتل والعنف والسواريخ والقصف هذا الطفل سيكون شكله عامل إسرائيلي بيغزي خطاب الكراهية بشكل كبير جدا وهتلاقي حالات قتل كما نرى في إلينوي مثلا في أمريكا كيف يحصل هذا؟ فكرة طعن الطفل ب16 طعنة هي بيغزي الكراهية في العالم كله هو ليس مدرك أنه اللي بيحصل له له تبعات في المستقبل وحتى أنتوني جوتيريش ذكر أنه حتى الحرب لها قواعد صحيح إذا كانت إسرائيل تبحث عن الأمان والسلام فهي دمرت هذا الأمان والسلام للأبد في هذه الموقع الإجرامية في محيطها الإقليمي أعتقد أعتقد أنه لا تصالح مع أي موطن عربي وأنا أشوف أن الموضوع إذا استمر أكتر من كده أنا أعتقد أن أمن الإسرائيلي في أي حتة في العالم مش هيبقى آمن بهذا الشكل لأن أنت سبت جروح ومشاكل نفسية كبيرة جدا بقت لدى أطفال وشعب فلسطين في كل أرجاء العالم يعني الحقيقة من رأى عامه في الضفة أو في غزة أو هو خارج فلسطين وشايف عمه أمه أخته أبوه يتقطعوا ويتبهدلوا هذا المشهد الحقيقة إحنا بنقول إسرائيل بشكل مباشر إذا كنت تبحثون عن الإنسانية أو العيش في سلام داخل أرجاء الوطن العربي فانبوزوا هذه المظاهر وخرجوا من غزة فورا وتركوا أهل الأرض وقرروا مصيرهم الحقيقة أنا متخبط برضو زي ما كلنا متخبطين للاتجاه الأمريكي والرأي الأمريكي الصادم أمريكا لسه أمبارح بتتكلم بتقول إنها وقفة مع سكان غزة ونهم يحتاجوا المؤن وفي نفس التوقيت وتطلب المساعدات لإسرائيل وأقرار في تخبط يا فاندم حتى في الخطبات غريب جدا يعني موقف حتى ودعم غير منطقي كمان صحيح كنت حابب بستتكلم على نقطة أمبارح أكيد مصرين كتير شافوا النواب وأعتقد أنه جلسة أمبارح من أكثر الجلسات اللي ممكن نسبة المشاهدة فيها في الشرع المصر أنا شخصيا كنت بك بالعربية وبسمع الخطبات الخاصة بالنواب من خلال الراديو وكنت حقيقي فعلا يعني سعيد جدا بمستوى الخطاب نفسه خطاب عربي جدا قومي خطاب فين حياز للأرض شفنا لأول مرة عالم فلسطين موجود تحت قبة البرلمان ده بيضع على النائب مسؤوليات كبيرة جدا فكرة الإحساس بالبعد العربي والقومي اللي هو في بعض الأحيان بعض المشاككين بيقولوا أنه كان بعض المفتقد بعض الشيء في السياسة الخاصة البرلمانية في مصر شايف ده إزاي بيرجع مرة تانية الإحساس القومي والعربي وإزاي ده يمكن استثماره بشكل يخدم القضية من خلال تواصل مع البرلمانات الدولية منظمات المؤسسات اللي ممكن يكون لها تأثير كبير رقب واحد إحنا لازم نعرف أن البرلمان المصري الوحيد في الوطن العربي اللي عنده لجنة اسمها لجنة الشؤون العربية يعني البرلمان الوحيد العربي الذي لديه لجنة متخصصة اسمها لجنة الشؤون العربية هو البرلمان المصري بالإضافة إلى لجنة الشؤون الإفريقية وإضافة إلى لجنة الخارجية أو الشؤون الخارجية كل برلمانات الوطن العربية عندهم لجنة الشؤون خارجية فقط نحن المصريين الأجمن وأبدا طبعا معنيين بهذا الأمر أن نحمل بداخلنا مشاعر الانتماء للعروبة بشكل كبير ومن ثم تم تسمية هذه اللجنة منذ عقود طويلة وتهتم بالشأن العربي فقط ليس أكثر فالنائب طبعا في دائرته ما هو إلا أنه بيجسد مشاعر مصريين يعني لسيات تكسيماتهم بارح دا يمكن واحد على ألف مما نسمعه نحن في الشارع في الدائرة التي نحن نمثلها في البرلمان ومن هنا كان صدق الحديث كان صدق الحوار فهو أنت تتكلم عن مجزارة حقيقية بتدم على الأرض بتتكلم على أطفال بتشرد وتقطع بتتكلم على أم بتفقد ابنها وطفل بيرجع البيت ما يلاقيش أمه حقيقة مشاهد دمية جدا خلت الناس كلها بتتكلم بحررة شديدة وبتتكلم بمصداقية عالية لأن كل الناس عايزة تقول أن إحنا عايزة تمثل على الأقل دايرتها يعني إنسانتك لما تبقى ماشي في الشوارع وماشي الناس بتجيبك أنت عملت إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ ما بيكلمكش النهاردة المصري أبدا على الأكل غيلي ولا الأكل من رخص ولا نسينا كلامنا خلاص إحنا عندنا قضية حقيقية أشقاءنا في فلسطين لازم نوفى جنبهم الدفاع عن الطراب المصري لابد الموقف المشرف طبعا للرئيس عبد فتاح السيسر حقيقة وكلامه الواضح الذي فيه ليس فيه موراء ولا تأويل الحقيقة شرفنا إحنا رفع رأس المصريين كلهم في الشاكف ده بقينا نشعر أن الدولة الحقيقة واضحة وقاطعة في مشاكل كبيرة لا فرق معا الحقيقة بقى ولا إسرائيل ولا أمريكا ولا الغرب ولا أي حاجة أقول إن قضيتك قضية حق يعني برضو ده إحنا حتى وجه الرئيس عبدالسيسي عندما كان يتحدث للمستشار الألماني بيقول إيه؟ بقول إن فيه جندي مقاتل بيتكلم مش رئيس دولة له قدرات ويعلمها ويبحث عن السلام هذه الرسالة كانت وصلنا كلنا إن إحنا متطمنين عندنا جيش قوي وعندنا رئيس ما بيضيعش حقنا الحقيقة بيكلم بمصدقية وبشرف فده الرسالة دي وصلت شعب مصر بيقول أنا يمكن أحد أجل الناس تنزل الناس نزلت بقالها يومين تلاتة في الشوارع وهتفضل تنزل كل يوم على فكرة لحين حل قضية وعلى فكرة أنا بتكلم بشكل واضح المصريين عندهم من استعادة يروح لحد القدس عادي جدا تأكد تأكد أن المصريين كلهم من أسوان إلى الأسكندرية ومن الغرب من السلوم عندهم استعداد الآن وليس غدا يذهبوا حتى القدس عادي جدا ما عندنا مشكلة قلص والمطفضة داية محترم 105 مليون مصري عندهم إمان بالخضر 105 مليون مصري عايشين في اكتئاب وضغط نفسي وعايشين في كابوس ضاغط عليهم جدا المشاهد أصبحتنا بزوع يهدد أمنهم بشكل مباشر احنا بتكلم على الحدود المصرية في الشك ما فيش شك أصلا إحنا الحدود المصرية إحنا متأكدين إن ما فيش حد يقدر يمسها ولا يقرب لها ما عندنا الشك في ده عندنا جيش عنده استهدى ضحب عمره كله عشان ده وعندنا شعب كمان حيبقى قابل الجيش صحيح المشاهد بتقول الناس في مصر شعب عظيم شعب واعي شعب وطني شعب مقلص شعب إن لما تيهتمسه إنت خلاص بيتحول لا وقع تراهن على الشعب المصري على الإقلاق على مر العصور ما يتراهنش أبدا على حماسة الشعب المصري إيمانه بأرضه تمسكه بكل شبر في أرضه دي ما يتراهنش عليها ما فيش شك بقول لساتك نسينا كل مشاكلنا الداخلية طبعا نسينا كل حال نفكر فقط في هذه القضية وكيف هلقوا العزة للمحاصرين المجوعين كيف نوصلهم الأكل والشرب والأدوية هذه هي بقى قضية الشعب المصري الآن دكتور خلي أرجع مرة تانية مع حضرتك لصمت المجتمع الدولي صمت المجتمع الدولي اللي هو حقيب يثير تساؤلات كتير يعني خاصة لو هنكلم بالتحديد على قصف مستشفى المعمداني يعني هذا القصف وهذا الفعل المشين من قبل هذا الكيان المحتل من بشاعة هذا التصرف من بشاعته هم شخصيا تنصلوا أصلا منه قالوا إنه مش إحنا اللي عملناه واتهموا آخرين فصائل فلسطينية النهاية اللي قامت بهذا القصف يعني إحنا متخيلين لدرجة إيه ولكن على الجانب الآخر مازال المجتمع الغربي يدعم إسرائيل ومازال حتى لو بنسمع إدانات فهي إدانات يعني خلينا نقول ملهاش أي آثر سيدك عندك حق كليا تاني هي المجتمع الغربي كله كنا زمان بنقعد نقول بشكل قاطع على مدار العقود الماضية يعني بنقول إيه؟ بنقول إن الكيان السهيوني أثر على هذه الدول وتدخر في شؤونها الداخلية اقتصاديا بقى أو سياسيا أو فساد زي ما بيتقال في أماكن كتيرة جدا وبقلوا تأثير حقيقي على هذه الحكومات ولكن شعوب العالم الغربي نفسه برضو سنتك نزل في مظاهرات في الشارع عشان قطر فلسطين يعني كشعوب غربية منضمة إلى فلسطين بشكل واضح أما حكومات هذه الشعوب لها مصالح أخرى وطرى رؤية مختلفة وزا ما تكلمنا من شوية يعني فعلا إحنا لما توحدناش كشعب عربي وبقت كلمتنا واحدة وقان الأوان بقى لتكوين جيش عربي حقيقي لابد أن يكون هناك جيش عربي حقيقي وتألف من جيوش الوطن العربي كله عشان يقدر يدافع عن أي قضية فين مجلس الأمن العربي يعني إحنا منتظرين حقيقة قرات قاطعة المرة دي لمستنين لا شجب ولا إدانة ولا تحذير محتاجين كلام واضح نرفض هذا الاعتداء ونطلب واحدة وندي مهلة وإن لم يحدث كذا سوف تتم مقاطعة إسرائيل بتسعى بشكل خاطع لإنها تعمل تطبيع من الوطن العربي كله وفيه بعض الدول لاستجابة لإنها شعوب سلام بالطبع تمام كده فإحنا النهار دا لازم نرجع هذه التفقيات في مواقف حقيقية طريق طريق اللي همتد من الهند مرم بالسعودية اشتراكا مع إسرائيل إيه دا إحنا لسه هنشارك إسرائيل تاني هل الشقيقة السعودية التي تنتمي من الأوروبة التي نسميها الأخت الكبيرة هذه الأيام تمام كده هذه الأخت الكبيرة سوف تستمر في هذا الطريق سوف تستمر في شراكة مع إسرائيل ننتظر من السعودية رفض هذا المشروع يعني أكيد أوراق المعادلة السياسية كلها تتغير الفترة اللي جاية وحنشوف مواقف عربية حاسمة زي ما حضرتك ذكرت أخيرا فيما يتعلق بالقمة المصرية الأردنية سريعا في كلمة واحدة لسه قلت تقول لسه مثالة هذه القمة والتأكيد على عدم التهجير قبل القمة هذا موقف دولة شقيقة لازم نشكر على الملك عبد الله والشعب الأردني لازم نشكره شكرا مباشرة لأنه موقف متوحد معنا وده طبيعي الحقيقة يعني نحن نطلب شيء لمصر نحن نطلب شيء لدولة شقيقة في معزل وفي محاصرة وبالطبع ندعو كافة الحكام العرب الأشقاء ودولهم وشعوبهم أنها تنضم لهذه الانتفاضة العربية الحقيقية من أجل تحرير شعب فلسطين شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا دكتور أيمن محسب وكيل لجنة شؤون العربية وهي اللجنة الوحيدة اللي موجودة في كافة البرلمانات العربية لجنة بهذا المسمى لجنة الشؤون العربية بيختص بيها بس البرلمان المصري